في العام 1976 ظهر في أول عمل تلفزيوني يحمل اسم الوجه المستعر وكان ذلك مصادفاً للافتتاح الرسمي للقناة التلفزيونية الوحيدة في شمال اليمن آنذاك ألف يحيى السنحاني أول عمل تلفزيوني محاولاً نقل تجارب دول أخرى في الوطن العربي كانت قد خطت إلى الأمام في ذلك الحق كما كان ذلك أول ظهور للمؤلف الفنان الذي اضطر للاعب دوره كممثل نظراً لندرة الوجوه التلفزيونية وحداثة التجربة في البلاد وخلال العقود التي تلت ذلك حضر السنحاني كمؤلف للعديد من المسلسلات التلفزيونية التي ناقشت قضايا اجتماعية مختلفة أهمها رماد الشوق وأحدثها شاهد عيان والذي توجه به رحلته الفنية الطويلة عمل إلى جوار آخرين تولوا تنفيذ أعمال درامية في تقديم فن واجه الكثير من الصعب ولا يزال يبحث عن هوية واضحة للسير فقد اتسمت الأعمال الدرامية بالموسمية وعانى الملتحقون بها من تهميش جعلهم يذهبون للاتحاق بأعمال أخرى لكن السنحاني ظل متمسكا بالطريق الذي اختاره حتى وفته المنية في العاصمة صنعاء فجر الخامس من مارس 2017